نساء الخير يا حلوة المحية لن يظل الحزن في عينيك يا حيا حبيبنا في الفرقة الثالثة ازيكم عاملين ايه معاكم زميلتكم سورة مصطفى من الفرقة الرابعة ان شاء الله هنكون مع بعض النهاردة في محاضرة الكوزماتيك بروسيدور ويه محاضرة لطيفة خالص 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 الاول كنت حابة اطلب منكم تدعو لزميلنا لربنا رحمهم ربنا يا رب يجعلهم في الفردوس الأعلى في الجنة ويجمعنا بهم على خير يا رب متنسومش دايما في دعواتكم ان شاء الله بقى ان محاضرة نهاردة محاضرة لطيفة خالص 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 طب ايه عنوانها يا سارة عنوانها الكوزماتيك بروسيدورز كوزماتيكس ايه اول حاجة في بالكو انا جاب بلي اصالة بصراحة نمتق بسم الله ونشوف الكلام على ايه بيقولك ان الموضوع كوزماتيك بروسيدور ده اصلا يعني خد نطاق كبير قوي لفترة ديت وتلاقي انه هو اصلا انه بيكسب بتوع الجلدية جامد يعني بعد بس احنا معنا ثلاثة عناوين في المحاضرة بتاعتنا عايزين نملاهم اول حاجة معايا الكيميكال بيلز كيميكال بيلز تاني حاجة الفيلر تالت حاجة البوتوكس اصلا الكلام مش غريب يبا احنا عندنا كيميكال بيلز وفيلر وبوتوكس كيميكال بيلز وفيلر وبوتوكس تعلم ان اخذهم واحدة واحدة كده هو الكلام لطيف خلص يعني كله دلع اصلا يلا نبدأ بسم الله بالنسبة للناس اللي اصلا مهتمين بالسكين كيل والحاجات ديت فالكلام بسيط بالنسبة لهم يعني ايه الكيميكال بيلينج ده كيميكال بيلينج كلنا 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 يعني بلا السنائكة بنات من فترة لفترة بنحب نعمل كتأشير لبشرتنا سواء حتى بمواد كيميكالز او حتى بمسكوات موجودة او كده فكل ده بنقرروا يعني تخيل مثلا نزلنا مصيف او حاجة ده بيعمل طبقة على بشرتنا فحنا من غير مثلا لو مكوناش او حتى لو كنا حاطين هو مش بعمل حاجة اصلا قوي يعني فحنا مضطرين ان احنا بعد كده نعمل تأشير للطبقة دي عشان نرجع الاسكين بتاعنا لونه الطبيعي فالتأشير ده اسمه بيلينج التأشير ده اسمه بيلينج فهو بقى بيقول لك الكيميكال بيلز دي تعال نقولها مع بعض الكيميكال بيلز دي عبار عن كيميكال بيلينج حاجة نان سيرجيكال خالص مجرد انا بس بستخدم كريم معين او بستخدم سيرا معين باستخدم فيه chemical solution chemical solution ده بيبلايت السكان اكيد بحطه على السكان بتاعتي السليوشن ده cause اكسوفيلياشن يعني ايه اكسوفيلياشن يعني تأشير cause اكسوفيلياشن cause اكسوفيلياشن او بيلينج the superficial layer of the scan بنا عند اللوقتي الكيميكال بيل وعبارها عن نان سيرجيكال تكنيك حاجة نان سيرجيكال عن طريق ان ده باستخدم chemical solution بحطه على السكان بتاعتي الهدف ان انا اقشر الطبقة الخارجية دي اسمه 1 Glacification 3 3 4 5 7 9 hold on 5 вин 3 5 7 45 المادة الكيميكالية لسكن قال لك السفرفيشي البيل باستخدم فيه الالفا هيدروكسي أسد أو أي مالد أسد عارفين سيروم سيروم تاعزي أوردينري فيها الفا بيتريريك أسد وفيه نيسينامائد وفيه الفروت الحماض الفوايكي والحاجات كلنا عارفنا ونستخدمها يعني فهذا عبارة باستخدم مادة أسد ماده أسدك زي الالفا هيدروكسي بيتريريك أسد أو أي مال الأسد باستخدمه ماهو بيوصل لأني طبقة أول أو ايير من السكن الإبادرميس يبني عند السفرفيشية البيل استخدمت أولا اي مالد أسد عمل بنتريشن لحد الابيدرميس عمل بنتريشن للأبيدرميس ماهو الهدف؟ باننا نعمل جنتلي إجتوفيليشن عمل تأشير لعب شكل جنتل الاستخدم بتاعه بانا استخدمه عشان ايه انا عندي الوقت كذا يجربت مياه أول حاجة انو نحسن الابيرانس لاندي مالد سكن ديسكولرات يعني مثلا أنا كسارة كان ممكن يكون عندي كذا أثار حبة فبالتالي أنا عايزة أشيل ديسكلاريشن ده أو المناطق الغمقه دي مثلا بستخدم لها أي كمية البيل عشان يحاول يعمل لها أجزوفيليشن تأشير ماشي ذلك زي الملازمة أو فريكلز أو لينتنز يبقى أول حاجة أول مشكلة عندي كان عندي ميلد سكن ديسكلاريشن لأنها يجب لها سيروم معين أو كريم معين يقشرها من الأول بقى أدابلين والحاجات الرخيصة خالص فبالتالي سيروم الغالية أو حتى الجلسات يعني أنت روف سكن لأ دي أنا عندي في بشرتي عندي أحيطة يعني روف شوية دي أنا عايزة أخليها سموز دي برضو بستخدم لها كمية البيلين أو إيه ثاني أو حتى أنا نعمل ريفرشنج للسكن بتاعته أنا عدت لوقتي ثلاث حاجات ثلاث أهداف إن أنا عشان أستخدم السوبرفيشية لبيل لأن السكن بتاعته يكون فيها ميلد 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 وحط تحت كلمة ميلد خط في الفرقة ميلد سكن ثلاث حاجات رفق وفي ثلاث حاجات يرأي قرر ثلاث حاجات التاعته يرجع على مستوى على مستوىFace أو التالات والهانس يب Sí كلامتي عن أ صرف السوبرفيشية البيلuds أفضل مادة التي أستخدمها هو Alpha Hydroxy Acid أفضل مادة أسد عملت Penetration لأي طبقة Epidermis فأنا نفعل Gently Exiflation فأنا قلت عشان تحسن ثلاث حاجات قلت أن الاسكن بها مدع الأسر الحب Mild Skin Discaloration مدعقة الملازمة والفريكلس واللنتنس أو مثلاً ذلك كفت راف شوية وعليها سموس راف اسكن فالتالي ممكن نقوم بفضل مدع أو حتى أن أعمل ريفرشماً لالاسكن بتاعتي ده كان السبرفيشيال بيل وادي الصورة اللي معنا دي بعد كده معي الميديم بيل ميديم بيل لقد كنت بقوله الفاتت عند كنت بعملها ألفا هيدروكسي أسد وكنت بعمل لحد الإبدرميز لأيه η نا هستخدم ايه جلايكوليك..."جلايكوليك يدعوك على قد الإبدرميز المرة اللي فاتت بالسبرفيشيال يدعو على قد الإبدرميز من البابيلري لحد الريتيكولوا درمس الابراتيكولردرمس الهدف المراضي بقى ان انا عندي كذا هدف اول حاجة ان انا اعمل ايه امبروف سبرايك كراتوزيس يعني انا لو عندي اي كراتوزيس كده برضو السبرايك بنتيجة سبرايك تجلاند ولو فالحاجات دي تاخدوه اصلا معنا في الموديول ده الا هو سبرايك كراتوزيس او حتى لو عندي فاين رينكلز يعني تجايد صغيرة عالفين الـ 101 او صغير بتاعتنا فاين رينكلز صغيرة كده ممكن يساعدني بها أو حتى فريكلز كنا بنقول مرة الفات ميلد وقلت لكم حتحطه خطة حتى ميلد نقول مدرت يبانا عند دلوقتي أول حاجة أنا عايزة أشيل السيبارايت كراتوزيس وحكتين بحرف الف فاين رينكلز فاين رينكلز وفريكلز فاين رينكلز وفريكلز وقال لك معانا ايه ثاني مدرت سكن ديسكالراشن كنا المرة الفات ميلد بس هنا مدرت سكن ديسكالراشن وبرضو لو عندي رف سكن هيعملها سموس ويعالج ايه بريكنسرس ليجن زي ايه لكتينيك كراتوزيس يبانا عند دلوقتي ده الميديم بيل سوى اندي فيه جيلايكوليك أسد أو ترايكولورو أسديك أسد بعمل بنفريشن البابيلاري والأبراتيكولارديرميس الهدف انه حسن الشكل بتاعي لو عندي سبارايت كراتوزيس هيعالجها سبارايت كراتوزيس رقم واحد رقم اثنين تالت حاجة بريكلز بعد كده مدرت مدرت سكن ديسكالراشن او حتى نعمل سموس للراف سكن وحسن وعالج اي بريكنسرس سكن الحاجات الاي بريكنسرس زي الاكتينيك كراتوزيس جميل بنقولت دلوقتي سوبرفيشيال وقلت الميديم بعد كده هقول الديب دلوقتي أخير كنت استغذيت ايه في الميديام قلت الجليكوليك وترييكولورو اساتيك اسد طيب الديب سستغذم فيها ترييكولورو اساتيك اسد ترييكولورو اساتيك اسد او الفينول بعد كده يقولك بلاتوبينترات بلاياترو كطريريكولر ديرميس كنت بقول السوبرفيشيال على قد الإبادرميس قلت الميديم قلت ايه قلت فيها البابيلاري للقبر ريتيكولر ديرميس يببأ ديب لي وديب بيل ديب بيل ديب لي وديب بيل ديب بيل بيل التراث ميد Reticular Dermis يبأ انا فوق اول حاجة قلت كنت بقول في Lepidermis بعد كده قلت الميديم قلت في بابيلري للأبر للميد Reticular Dermis دلوقتي دلوقتي الهدف نفس الفكرة عايز اعمل هيا بقى المودرت لائنز كنت فوق بقولك من هنا من الفين ررة من هنا قلت لديه موضرة قلت هنا فوق برضه قاد قلت العمل حسسنות من مفين الدة قلت أن الشوال بالأول قلت بعد كده قلت المدر بعد كده قلت المدر بعد كده قلت هنا بقى مش بس مجرد قال لك البيشنطينة بقى بيلاقي دراماتيك امبروفمنت سكنت أبيراً ده نتعامل دي بيل فأكيد حاجة دراماتيك حاجة جمد موت حتى لو تبص الصورة بتاعت اللي قدامنا دي فهي عاملة تأثير فعلاً دراماتيك يعني بعد كده بيقول لك ان البرسيجير ده بيستخدم على الفيس بس على عكس السوبر فيشي اللي كنت بقول لك ينفع يستخدمها على الشسطة أو حتى الهانس وكده وكده ولكن ممكن يستخدمها مرة واحدة قلت دلوقتي البيلنج قلت أول حاجة السوبر فيشيال بعد كده قلت الميديم بعد كده قلت الديب بالراجع معي كده السوبر فيشيال قلت انه موجود فيه باستخدم فيه الالفا هيدروكسي أسد وقلت انه هو اي ميلد أسد طب والديب الميل الميد قصدي قلت انه باستخدم فيه جليكولك أسد او ترايكولورو أسدك أسد طب والديب قلت انه باستخدم فيه الترايكولورو أسدك أسد او الفينول طيب السوبر فيشيال قلت ان البيدريشان بيبقى على قد الإبيديرمس طيب والميديم قلت لأ دا انا بياخد معي بيوصل بياخد للبابيلاري والأبر بارتوف ايه بعد كده قلت الديب الديب بقى بياخد معي ايه قلت ان دا باستخدمه عشان المايلد وقلت ان الميديم باستخدمه للمودرة أما التاني باستخدمه اللي هو الديب وقلت هنا بيحسن لي بدأت أتكلم عن الرينكلز وقلت هنا لكن قلت في الديب تمام كده قوي بعد كده كده خلصنا البيل هندخل فيه اللي هو تيشو الكلام عليها كتير قوي قوي فالفيلرز دي باستخدمها لأيه الاخر حاجة كنت وصلت لها في البيلنج ان انا قلت المودرة لينز المودرة لينز ممكن عالجها ممكن عالج المودرة لينز بي الديب بيلنج ديب بيل قلت لاخر حاجة فيه طيب بعد كده دلوقتي طب الفيلر هستخدمه لأيه بقى اللي بعد وقى المرحلة اللي بعد ديب اللي هو الايه قال لك اللي هو مودرة و سيفير عندها مودرة و سيفير فالفيلرز عندنا في بانها برضو الحاجات دي متوفرة فانو مشعرش بصراح حلال ولا حرام بس لو حلال ف اتس اوكي يعني ايه وحنا عنددي النام الكوريكشن للمودرة و سيفير فاشيال رينكلز و سكين فولدس زي ال ايه نيزو ليبيا فولدس بعد كده اللي هو الليب اجمنتيشن اللي هو التكبير الشفايف وتكبير الخدود والحاجات الجمدة دي بقى تلاقي الممثلين كلهم شواب بعض ايه بيدوها كنتور معين يعني الليب اجمنتيشن تلك ما ت��بي كدي كنتور ذكر بس deve beats وبشارط ان طريقة حلالي يعني عندوا علاقة الجمدة من انه نحسن الباديد او سيفير فاشيال رينكلز او براء السبين و MERC زي النيزو ليبيا فولد.عني او ان اكبر ال بتكبير س على بعضه الا تعبization ou别 معاش الابتي Intelligence مو تعمل اوGeek او زيام هوق اطرقها كده وهناك حادث او بتقبر البرست او struggle فربنا يعينهم بقى بعد كده بقى يقول لك ايه الماتيريا اتكلمنا على الفيلر دلوقتي الفيلر ده باستخدامه ان انا فيه من نوعين يعني ايه ابزوربابول يعني الجسم بيمتصه طب وايه المشكلة اما الجسم يمتصه قالك لا اما هم يمتصه هيخلص طب وما يخلص يبقى يبقى انا عند دلوقتي ابزوربابول يبقى ده تيمبرري افكت طب يعني قولي بقى انا قلت الابزوربابول ده تيمبرري افكت اما ان الابزوربابول ده Byrment Fect خلينا في الأبزوربابول ان انه هو المتعرف عليه اكتر الأبزوربابول اذا قالك ان ان انا عند الممكن اعمل بربع حاجات بربع حاجات بربع حاجات يعني ايه بربع حاجات ايه اضافة اول حاجة الكولوجين بعد كده الهياليرونيك اسد بعد كده الكالسيا معيدرقصير بعد كده البولي الكتك اسد خلينا نتكلم اول عن الكلاجين الكولوجين ده ونقدر نقول عليه فيلر الغلابة غلابة كالوجين يبقل بلدخل من قليجين وهي لديك محاولة كالوجين من بحري و حلزون ولكن غلاجين تبقى من قليجين قليجين الغلابة فيلر الغلابه أو فيلر الغلابه هل لديه مناسبة و لا شيء ثلاثة شهور بوفاين أو هيومانسيلز فيلر الغلابه ثلاثة لك هل هو شورتست لاسمك إنشكتابل فيلر الغلابه حسنًا فيلر الغلابه هيد الحيالرانيك إسد و هو تعطيب الهايالرانيك أسد ايه الحيالرانيك أسد؟ قال لك نوع من البولي ساكرايت نوع من البولي ساكرايت يبقى الهيالورانيك اسده طيب اف بولي ساكرايت قال لك عبارة عن ايه؟ قال لك هو بقى ما عمله انجيكشن بيكمبينه ثم بيكمبينه وزووتر بيبدأ يديني السموزينج افاكت فبتلاقي انه بدأت تلمع عشانها سموز وبتلاقي انه ملت بقت مرفوعة وده المطلوب يعني انهم يعملوا من الموضوع ده كله طيب اللي هو اصلا بيكمب من ايه؟ كنا قلنا الكالاجين بيجيبه من البكتيريا او الروستر سكومب من البكتيريا وخلص البكتيريا او الروستر سكومب ته تقريبا فيروس اوكيد طيب بيودة ده من 6 الى 12 شهر يبقى احنا قلنا الكالاجين الكالاجين قلنا فيلر غلابة 3-4 شهور 3-4 شهور الهيالورانيك 6-12 شهر 6-12 شهر بعد كده الكالسيوم هيدروكسيل أبيتايت الكالسيوم هيكون موجود فيه؟ ثم بنا ارتفع أفضل بيوت قدرتها أضوى المدة يقولiamo الأول 3-4 و 6-10 و 18 ثم بالنسبة لي من الأولى البايلاتيك أصدر قامت بني مان ميت بوليمر يقولك بيكومباتيبول كومباتيبول سأحدث هو بيوتر تقريباً تذهب كل أسبوع أو حاجة لدكتورة الجلدية تذهب لها أقنائها وبتايع عملها الانجيكشن طب التسير بتاع دي لا ده بقى دين نينجا خالص بيعود معي سنتين بنامي الأول كده خدت الكولاجين قلت الكولاجين ده إيه؟ الكولاجين ده بتاع الغلابة خالص بتاع مين؟ الغلابة الغلابة اللي قال لك يا ستي ده يا سارة ده بيعود 3-4 شهور بس يعني ما مش ملاحق حاجة عليه طب إيه تاني قال لك هذا شورت استلاسة تنق فهو هفيلر الغلاب بيجيبه منين من البقري أو انسان بوفين اللوكاو يعني أو هيمان جميل بعد كده قلت الهيال الرنائك أسد قلت ان هو بولي سيقريت وقلت مجرر ان يقوم بعمل انجيكشن بيرتبط مع الماء الموجودة في البشرة بيديهت سموثينك افكت او فيلينك افكت بعد كده قلت ان نرأ بأجيبه من البكتيريا والروستر بعد كده ايه؟ قالت ان هوا بيعود 6-13 شهره جميل قوي هدروكسايل أبيتايت قال لك نحضر كالسيام في التات والبون يمتعب 18 شهر يمتعب البيليكتك أسد إفتاحك مانميت بوليمر بعد ذلك أقول لك أنه يمتعب سابق ل Grenz جميل أولا لأنواع مثل الاوبزوربابول لا تنسوغون أنهم كلابزوربوب او هيا للرانيك أسد أو كالسيام هدروكسايل أباطاعت أو الحالك أيضا الأوبزوربابول ماذا نريع أن أوقفك؟ من أن تخفي من تعتمد أن تقوم بأن تقوم بعمل بوليكتيك أسيد ولكن أخذ أن تقوم بقى 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 من أن تقوم بقى مان ميت بوليمر فلم توباره عن حاجات تايني صغيرة راوند دورة سموس أيضايت تعني راوند سموس تايني راوند سموس ماذا تسمع بقى بقى ليس ست Said Not Absorbrible المسكان تعمل لها absorption معناه ان هي هتدوب مرة و مرة هتختفي فلها افكت معين لوقت معين فدلوقتي هي مرش بضمتصة اصلا فبالتالي هي تفضل موجودة في الاسكان فبالتالي هيبالها permanent effect ماشي قال لك نحن نستضم الفيلر ده زي البي ام ام اي بي ام ام اي اللي فات كان اسمه بي اي ال ال اي بولي لكتك اسد هنا ببي ام ام اي بصراحة مش عارف اختصار لايه موجودة على شكل جل كده قال لك مباعملها انجيكشن مع كيو كولاجين و تبضل موجودة في الفيس يجبني عند الوقت ان انا ابزربة بلده الوان مين ميت بوليمر نوال البي ام اي عبارة عن تايني راوندد بارتيكلز بحقنها و معاها بحقنها في الفيس طيب اي الريزك بقى من الموضوع ده كله؟ الريزك على فكرة مش بكلم بس الابزربة ولا الابزربة ولا على بعضه قال لك هذا الريزك بيقول لك اني سوف تشو فلر اي فلر اي فلر لونج ترم ممكن لونج ترم سايد افكت او حاجة برميلان سايد افكت او الاثنين يعني عادي يعني طب اي بقى قال لك لزي ايه؟ قال لك يا سيدي ان كلهم ممكن يحصلوا شورت لأفتر انجيكشن مجرد ما اعمل الحقن و تأثرهم ما يروح يعني ان شاء الله طيب قال لك زي ايه؟ قال لك حاجات ألرجيك نات جاية من الألرجي مش انتي يا سيرو و قلت دلوقت ان الكالجين ده جاي بينه من الكاو ملك اه طب مش للكاو ملك اده ممكن يعمل الألرجي؟ ممكن مش انتي قلت ان هايلرينيك اسد جاي بينه من البكتيريا والرستركم فمعناها انه ممكن يعمل الألرجي؟ ايوه ممكن مش انتي قلت ان اصلا البوليلكتك اسد ده مانمية بوليمر؟ اه طب مش ممكن يعمل الألرجي؟ ايوه فكل دول حاجات جاية من مصدر غير الهيومان سالس فبالتالي ممكن تعملي الألرجي بمنتهى سهولة التوارس ممكن تعملي من worked with anamals من الانمالس تعمل حسابي انهم لا تسبب لي الألرجي افضل التوارس تزهر اعرض الالرجي ايه فى الكمون? تحمل المشاكل مناسبة كموني كموني اينا لها تظهر ايكا ايه ايدي body ايه حاجات الكمون؟ تحمل بروزنج مبسي حبيبي البروزنج ده مجرد أصلاً ما بعمل الانجيكشن لأي حقنا أو أي حاجة ممكن لأي حد يحصله بروزنج فإتس أوكي حاجة كومون جداً ريدنس برضو نفس الفكرة وسويلنج وبين تندرنس الحاجات العادية خالص لها تحسن أعراض بتاعة الانفلاميشن أصلاً أو إتشينج وراش يبقى عند الوقتي كومون سايد افكت بتاعة الإلراجي ليه بروزنج ريدنس سويلنج بين تندرنس إتشينج أو حتى راش ماشي دي حاجات اللي لأيه بروزنج تندرنس سويلنج بين تندرنس إتشينج طيب حاجات الليه هست كومون زي ايه قال لك انه مثلا ممكن نعمل نديول بعيدة برضو نديول هي الحاجات ده اللي مش كومون زي القيام زي نديول زي جرانيلومة نديولو جرانيلومة زي نديول زي جرانيلومة حتى الاسم تحس إنه واقع غريب على أذنك أنا حسين بقيت يقول له عربية النوديولو جرانيولومة في دي حاجات less common less common انها تحصل طب النوديولو جرانيولومة اصلا هتخلص منهم ازاي ده حتى هلاجهم صعب قالك لا ده هيحتاجوا surgical ممكن اصلا يموف دي بيرسيرجيكل ممكن اشي لهم او حتى draining مش عارفين انفكشن دي او حتى draining او حتى allergic reaction ماشي ما عند الوقتي ايه حاجات common وحاجات less common حاجات common لسه قلنا عليها قلناها كذا مرة less common زي نوديولو جرانيولومة ممكن يضطره انا ادخل سيرجيكل له بعد كده كده خلصنا الفيلر تعالوا منقولوا على بعض سريعا مع بعض قلنا الفيلر ده لو السوفت اتشه augmentation عايز اداري الانديكيشن بتاعته انا انا اعمل correction او moderate severe facial wrinkles اصححها او الفولد ازاي نيزوليبيا او حتى انا بقى اقبر اللابس او ال cheek عجمالي اعمل augmentation بديهم قوان معين البيشنط بس بشارط انها اتعدي 21 مش مش قوي approved indication انا استخدمهم في breast augmentation او حتى الباطوكس طيب قلنا منهم absorbable قلنا absorbable absorbable بشكل temporary material اما absorbable absorbable انا collagen انا ده الغلابة انا hyaluronic acid انا calcium hydroxyl apatite انا polylactic acid اما انا non absorbable اللي هو B A انا man made polymer قلنا اننا عندي حاجات انها تحصل وحاجات ليس كوم انها تحصل بعد كده خلصنا اكبر عنوانين معنا اللي هما اللي قلنا الكيميكالبيل بعد كده قلنا الفلر نقول دلوقتي البوتوكس بوتوكس بوتوكس برضو اسم مشهور مش هارغي البوتوكس بص يا سيدي عندك البوتوكس بوتولينيوم اسمه البوتولينيوم يعني ايه بقى استخدم فيه الكولستريديم بوتولينيوم كليستريديم بوتولينيوم كليستريديم بوتولينيوم بكتريا يحصل المصل كان بيغذية عضلة طب يعني قلنا مجرد من عضلة دي الخطوط دية مفكلة موجودة مقام الجزء في مناد الخطوط دية مناد القطوط مفكلة فأنا دلوقتي الخطوط دية معمولة بسبب عضلة معينة فدلوقتي انا حطيت الاسطايل كولين ده او حصل له انهيبشن فبالتالي العضلة دي حصل فيها بلالسس فبالتالي الخطوط اللي هي عملها مش هتتكون فبالتالي الخطوط اللي هي تختفي كالسكينة هيبقى نعم هيبقى شكله اجمل هتاخد شكله اصغر و هكذا يبقى دلوقتي البتريني متوكسن ده جبت انا الكوليستيريديم دي جبت البكتيريا دي طيب و بعد ما جبتها بعد ما جبتها سيدي اروح تقليلها ايه استيرايل اللي عقمتها عشان ما تعملش لايتوكسيستي عقمتها بعد كده فيكم تقريبا ضغطتها و عملتها بوريفايد يبنى دلوقتي ايه استيرايل فيكم بوريفايد بوترينيام توكسن طيب ايه اعرف نوع طيب ايه بوترينيام توكسن طيب ايه جايبه من ايه من الكوليستيريديو بوتريني على كنها بتشتغل ايه اصلا الميكانزم بتاعها بتروح حملة انهيبشن للاستير كولينيستريز عند الموتور اند بلايه فبالتالي هيحصل باراليسيز باراليسيز للسبيسيفيك مصل دي المصل دي هي اللي كانت ما اسئول عن الرينكلس فالمصل دي حصل فيها باراليسيز مبقاش فيه رينكلس خلاص و ايه والحمد لله الغمة تزاحت يعني ماشي؟ وبعد كده بيقول لك ان باستخدمه كاكوزموتك تريتمينت ليه عشان اه اشيل الرينكلس ديت او حتى على مستوى نيك في البلاتيزما باندس دي لو كان فيه خطوط في البلاتيزما مصل فبالتالي بعمل لها باراليسي فبالتالي بتبقى الخطوط دي بتختفي جميل قوي قال لك ان انا ممكن اعمل انجيكشن نهارده نهارده مثلا اه انا بسجل نهارده 14 بعدها باسبوع بقى يظهر التأثير ماشي؟ مثلا على يوم عشرة ولا يوم 11 ولا 12 ولا كذا بعدها باسبوع يبدأ يظهر التأثير ماشي؟ ثلاثة اربعة شهور ثلاثة التأثير بتاعه روح اللي هو بتاع الباطوكس ده او العضلة ترجع تاني تبينه تمام؟ هو تأثيره بيبدأ بعد اسبوع من الحقن وبيخطفي بعد اربعة شهور بيعود اربعة شهور بعد قال لك ان هو دلوقتي انا استخدمت اللي هو بيعمل باراليسيز لعضلة دي تمام؟ او الكلام جميل او طب انا قد محتاج ال باراليسيز ان انا اخفر رينكلز او شيل الرينكلز قال لك يا سيدي بقى طب دنتح انت هنا عند العضوة بتاعت اللي هي كانت اصلا بتعمل الاليفيشن للايلد فدلوقتي الايلد بتاعك سقط جيفنا بتاعه سقط يحصل دروبينغ اف ايلد ده يدخل مني في توزس طيب اي حصل اي تاني؟ هدك صدع حصل اعمل ضغط على العضلة معينة حصل حتى بروزنج ده من مجرد الانجيكشن يبقى عندي دروبينغ اف ايلد او هدك او بروزنج دروبينغ اف ايلد او قولنا دروبينغ اف ايلد حقا فيها فعمل فيها بروزنج طيب والهدك عادي انه يحصل يعني مواصل اي حاجة احنا كده 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 الانجيكشن اصلا قال لك ميكوز دينجرس وولنج ممكن يعمل دينجرس وولنج او بريسنج اصلا مش انت بتحقنا ده مادة فيها توكسن او مش هي بتعمل بروزنج للمصل او طبع ممكن يحصل ديفيوز للبتاع ديت للتوكسنز ديت فما يحصل ديفيوز تروحها لللارنجي المصل مثلا انتو قد ندي في حاجات بتاعت الاي نتيج لوقتي تعمل له استرايدور او حتى يدخلن في ابنية تروح على ال ايروي بتاعه تدهيق له ال ايروي بتاعه فننتيجة انه حصل ايديمة معينة او كده فبتعملوا تعملوا بريسنج بروبلم ديفيوز في الاخر ممكن تقدي حتى ال ديفيوز في الاخر يبقى راح تعمل بطوكس عشان تحس انها جمدة وجميلة وكده لا ده دخلت بقى ميني في ديفيوز تمام؟ او حتى نقول بقى ال ايد في حاجات بقى دينجرس ممكن تقول بقى دينجرس او حتى اللي هو مشاكل على مستور بريتنج او حتى ممكن في الاخر تدخل مني في ده جميل قوي؟ بعد كده الليزر الليزر ده اصلا يعني يبيولك ثورة في عالم التجميل والجلدية ثورة ثورة مش عارفة ثورة يبيولك الايام بالليزر الهدف اصلا من الليزر ايه انا عندي تارجد سيل معينة عايز اروح ادمرها بالليزر انا راح ادمرها ليه قال لك ان الليزر اصلا دلوقتي يعني لو انت سمعت كلمة ليزر انا بقول ليزر كده اتجب بالك ايه؟ هير ريموفل على طول يعني اول حاجة هتجب باللي هير ريموفل او حتى ان انا عندها حاجة في الاسكان عايز اتشيلها بالليزر او كده في كل الحالات انا عندي تارجد سيلة عندي هدف معينة ايه معينة هي ديت اللي انا عايز اشيلها سواء كانت هير او سواء كانت حتى بيجمنت او كده تمام؟ عايز احافظ على السراوين يقول لك ايه؟ اه دا دفلانة عملت هير ريموفل في مركز معين تتحرقت بالليزر فانا عايز اعمل تارجد سيلة معينة بين غير ما عمل هارم للسراوين اللي جديشه قال لك شورت بلسس ان بستضم النبضات حتى كلمة النبضة النبضة دي برضو متعرف عليها في موضوع الاسكان كده او موضوع الهير ريموفل يقول لك ده بالنبضة النبضة بمش عارف بكم ارش او مش عارف ايه وقدي معدر اقل الدامج بتاع الحواليها وكده او اللي هو يعني ان اعمل ايه؟ سبيسيفك يعني احدد الخليل ان هاشتغل عليها او السل اللي ان هاشتغل عليها عشان ما حرقهاش او كده عشان ما حرقهاش او كده قال ان ممكن تقول لك اعمل لها سكورج ده المركز ده مش كويس لحظة بس عشان الازان يا شباب ايوه وصلنا بالحطة الليزر هنا انا باستخدمه عشان انا هادف ان انا حدد خلاية معينة او السل المعينة هاشتغل عليها قال لك سكسيفل ابليكيشن انا عشان انجح فان اعمل سكسيفل ابليكيشن الليزر ده قال لي عندي ثلاث حاجات اقدر اتحكم فيه الاستخدامها بتاع الليزر نفسها او الفترة انها هاعرض النبضة دي فيها زي ما كنت بقول لك بنتعامل في الليزر بالنبضة او طب الدرجة الحرارة او الهيت مناسبة للموضوع اللي انا هاستخدمه فيه يبقى الويف لانس او او الفلوينس انرجي دانستي بنا عدد الوقتي عشان احصل على السكسيفل ابليكيشن الليزر تيكنيك اعمله عن طريق لان انا احدد او اعمل سيليكشن لثلاثة بارامتر ان الويف لانس الموجة اللي انا هاستخدمها او الويف لانس هاستخدم ايه والنبضة دي فترتها اللي بتعمل اكسابوجر زي او الفلوينس او الانرجي اللي هاستخدمها تمام ده الليزر سيرجلي طيب لكن الليزر سيرجلي بيحدد نوع اللي انا هستخدمه يعني لو كان هستخدم سكين ليجين عندي ورطة معينة وعندي حاجة معينة هستخدم لها الليزر يبقى ده ايه حاجة سكين فاسكولار او حاجة فاسكولار حاجة على مستوى وكده او المستوى الكابيلرز يلي عمليها هستخدم له اكسجيناتد هيموجلوبين بصة هيموجلوبين مع الفاسكولار يبقى اكسجيناتد هيموجلوبين يبقى ايه لو حاجة فاسكولار سكين ليجين هستخدم له اكسجيناتد هيموجلوبين اكسجيناتد هيموجلوبين الكلام ده مش مهم قوي هو بيقولك بيميز الاكسجيناتد هيموجلوبا انه strongly absorbent visible light مش عارف كام منانو بتاعنه كلام ده مش مهم عدي بعد كاي بيقولك ان البيجمنتد سكين ويهو البيجمنتد اصلا الميلانين كبيرنا دلوقتي بيجمنتد سكين ليشين اند هير كونتينيج ميلانين باستخدم لهم بقى لينجو أبزوربابل انفيزابل اند انفرا ريد ويف كلام ده برضو كلام مش مهم مقوي في الاخر بيقول لك الغرض يعني ان كل حاجة بيستخدم لها سبسيفك طيب من الليزر لو كان لتستخدم أكسجينيت الهموغلوب وانا لو كان بيجمنتد ستستخدم محايا من الميلانين هو حاجة فيزابل حاجة فيزابل زي اللي من الدوق المريء العادي أو الإنفرا ريد إبنتس بعد كده الجدول التثبيت يعني هو كل عبارة عن بصمغة احنا ممكن نبصمغه مع بعض ان شاء الله الدنيا دقيقة بسيطة يعني تعالوا بنقوله مع بعض كده بيقول لك من الفسكلر فسكلر فسكلر ليجين فسكلر 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 بلس على طول فسكلر 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 من الفيزازوي حاجاته يبقى نبضته ا Не想ى ضع الفسكولار اول حاجة اتبقى بعد كده اقول لكا كده او تاتتو جماع Sean jeiga اped schneller Roby عمل التتتو روبي عملت تتتو في اسكندري اليكسانتريت يبقى روبي عملت تتتو في اسكندري روبي عملتت تتتو خشبه هى هي ام وهاك نادياج denominator اتمنى ما حصل به أحد الشيكون فى الدفاعتكم يببا روبي و ندا ياسر اللي هي نادياك ديت عملت تتتو في الليكزندريد دي على فكرة الليكزندريد ده نوع من الليزر تقريبا للناس الشقر او البيض تمام الهيري موفل برضو الليكزندريد ديت الليكزندريد و ندا ياسر دي برضو نادياك او دايوديد دايوديد ليزر او دايوديد ليزر ابنا عارضت دلوقتي قلت اول ثلاث حاجات قلنا الفاسكلار بلصد خلصانة تتقوم بعمل من الشركة لأجب البيجمينتد نادياج اجدت و هذه نادياج اجيبية المتحدث ان الأنباء نادياج اجياد في هذا الموقف الناديج تم تبعين بعض هذه الم declassive نادياج كبير نظر حيث كبير وفريكشنال كوتو 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 Pi жить طيب ... حظنًا ذي زي ثلثة زي الرابعة وقالعلك بانه كبرت أكتر بسمها كيلويد كيلويد بvit swiftly بجراحة أكتر دي مساعدن بميدان فريكشنال كوتو إذا كان유طة دي ل celebr أو إلو lógيو بل patch day laser بعد ذلك معنا عاف الحاجةcel وقع حاجة بقى له هي الوارتس والسبرايكروتوسيس والسكن ليجن باستضم لهم CO2 ليزر بقى لذلك الحاجات الليه على مستوى السكن عموماً او على مستوى الجلد ليه الفاشر رينكلز السكارز سندامجد او حتى الكيلايد او الهايبرتروفك سكارز الحاجات بقى الاخطر لها زي الاسكن كانسر والسبرايكروتوسيس يعني بصوا وعرفوا ان CO2 ده بقى حاجات جامدة CO2 دي باستضمها مع الحاجات الجامدة الروبي والحاجات البسيطة دي كان اصطدمها مجرد تاتو وحشيل تاتو او الحاجات دي تمام بلنات الوقت للفاسكولر قلنا بلسط قلنا الروبي عملها تاتو في اسكندريا الليه هي اليكزندريا وينادياك ديت نادياك بجمنتت قلنا الهير ريموبر برضو الاندياك والاليكزندريا ديت والديوت قلنا الفاشيالرينكلز ومع الكيلايد وهايبرتروفك سكارز وورتس حاجات كلها CO2 كده المحاضرة بتاعتي خلصت تعلم ان اراها مع بعض على السريع قوي 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 ثلاث دقايب الضبط بسم الله قلت ان هو الليزر بقال له استخدام عموما يعني الكوزماتيكس بتاستخدم بشكل كبير اول حاجة كلمت عنها كيميكال بيل زولتني حاجة نانسرجيكال باستخدم فيها مادة كيميكال بلا هدف نعمل اكزوفيليشن او التشير قلت عندي سوبرفيشيال بيل قلت ميديم بيل قلت ديب بيل سوبرفيشيال استخدمت فيها الالفا هيدروكسى اسد والميديم استخدمت فيه غلورك السوس ett قلت Holy Equilic Acid اول قلت ديب استخدمت فيه 허ججوريك peloям اول في نول وقلت ان دا با با بليم اعلى المستوى السابق وصلت الحد غ이라나 استحتتين الارف الميت Safon بشكل مدرد وفي الآخر اللي هو الديب استخدمت فيها استخدمتها للسكورز وقلت هنا استخدمتها بدأت استخدم هنا الـ medium B لـ lines وهنا قلت لـ moderate lines بدأت استخدم بقى بعد كده السوف تديش و augmentation عشان حسن lines وحطت كمان الـ folos وعمل lip أو cheek augmentation قلت تقسمت الـ absorbable ونان absorbable قلتنا الـ absorbable collagen والـ hyaluronic acid والكالسيوم هيدروكسايل بتاعيت والبوليلكتك acid وقلت بالترتيب 3 شهور بعد كده 3-4 شهور بعد كده 6-18 بعد كده 8-18 قلت ان الـ absorbable هي بشكل مستمر بشكل بيرمينت قلت ريزك حاجات common وحاجات uncommon بعد كده جاء نتكرمنا عن البوتوكس وقلنا لها انها بتوع بتبدأ تأثيرها يظهر بعد اسبوع وممكن تختيفها من خلال 4 شهور قلت ان هي اصلا بيستخدم فيه الكوليستريديوم بوتيلينيوم توكسن قلت بقى انها ممكن لها ساعد افكتس أو حتى ممكن تسبب للدهس كلما بعد كده في الـ laser وقلنا ان انا بستخدم بحدد الـ wave lens وبحدد الـ pulse exposure duration قلنا بقى ان لو عندي كلها وقعدنا بسموهم مع بعض وبس كده المحاضرة تاكي خلصت اتمنى كنت محاضرة لطيفة عليكم وان شاء الله تكونوا كلكم غربت وفاهمينها وحافظين الاجزاء المفروض تحفظ وموفقين باذن الله دعواتكم بقى ربنا يا ربي يسر الله الحال يا رب جميعا يا رب جميعا يا رب جميعا يا رب جميعا